السلام عليكم اللي بنات مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات أم عبد المغيت حلقة أخرى كتجمعنا بكم وانتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال والأحوال في إطار تحضيرات للشهر الفاضل وفي إطار تحضيرات لرمضان إن شاء الله بإذن الله برفقة فريفرا مرت فرفور اللي كتقدم لكم مواصفات فرفرا تقدر توجديها تنتيه في وقت وجهزه تكوني فريفرا في الكزينة ديالك اليوم غادي تقتار حاليك سلوب طريقة المسفيوية أو بالأحرى بالطريقة اللي كنخدم بها لكم و للزبونات ديالي بدون ما نحمر دقيق في الفران كنستر على هاد الدقيق في الفران غادي نحمره بطريقة أخرى مختلفة وغادي يزكي مياه أقل من الزبدة في نفس الوقت غادي جيل جيد ومعلك عارفة راسي معي حدقة ومتولات واللي تبارك الله وصل عن بي دياليهم شيواتهم وأطبقهم حسن مني ولكن ما فيها بس وما فيها عيب إلا اقتبعتي معي الحلقة حتى الآخر وجربتي هاد العام هاد سلوه ورديتي لي الخبار ما قدير سهله وبسيطة وفي نفس الوقت ما كيجيش حلو بسف وما كيجيش ميد دمو كيضر في المعدة بالنسبة اللي بناتلي في الجانية المغربية وما عندهمش هاد الآلة غادي نعطيكم باش يمكن لكم وأنكم تعودوها نقام حياة وفرجة ممتعة ونفرفلوا جميع الكوزينة بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادر الأولية غا نحتاج نصف كاس دي الزيت عادية 125 جرام دي الزبدة حيوانية وعندي 500 جرام دي الزبدة دقيق الأبيض أو فورص البيض غا نوضعه في واحد تنجرة غادي نوضع هاد زبدة أول شيء في هاد تنجرة كيف كتشوفي معايا وغادي ندير فوق البوطة باش غادي يدوب بنسبة للمقادر تكون متيسة على البنات هنا كيف كتشوفوا معايا كنصبر حتى كتدوب هاد زبدة تماما كيف بدو في هاد هاد البيقات أو هاد ليبول كيف كتشوفي معايا ونتمنى كذلك بالنسبة للبنات اللي كانوا بغاوا يجربوا سلو ماجيك وقالوا لي ما فيش اللوز يمكن لكم أنكم تزيلوا كمية دي اللوز أنا غير أعطيتك مقادر اقتصادية اللي يمكن لك أنك من خلالها تجربي كمية أو للناس اللي علاقة للحال يجربوا بمقادر اقتصادي أما بالنسبة لكمية اللوز يمكن لك أنك تحكمي فيها كيف ما بغيت أنت نتمنى أنك تجربيه غادي نخليه لك في صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي كيهمهم الأمر وتهوت يجي معي لك وفي نفس الوقت اللي ديد بشهادة دي اللي بنات اللي يجربوه غادي نقول لكم هادك جربته شابعا وهذا نحضره مع بعضياتنا الرمضان هنا كيف كتشوفي معايا ما اللي كتبتده بالزبدة ضروري 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 ما غادي ينحيد هاد الحليب اللي تكون فوقاني أو لهاد الكشكوشة اللي كتكون الفوق كاملة كنحيدا لانها هي اللي كتخصر ليه سلو من بعد غادي ناخد واحد زلافة وغادي نصفها فيها غادي ندرفيها الزبدة وغادي نتسنها حتى تنزل تينزل هادك الحليب اللي لتحتي كل مرة ما اللي كنت خدمت معاكم سلو ماجيك احنا عارفين القياس اللي على قياسه غادي نخويو الزبدة ونخليو الحليب هادك شا لش ما نتقلتش لكم هاد ليتاب وهنا كيف كانت شوفوا معايا مرة اخرى غادي ناخد هاد تنجرة اللي غدا نخوي فيها هاد الزبدة وشوفوا معايا بانا ورها بقى الحليب اللي تحت ما غاداش نضيفه بالمرة هاد طريقة هي اللي كنت تدرت فسلو ماجيك اللي كنت دا جا تقسمته معاكم وغادي نضيف كذلك نصف كاس ديال الزيت العادية وغادر ناخد هاد نسكيلو ديال دقيق الابياد اولى ديال الطحين ونوضعو في هاد تنجرة كيف كتشوفو غادي نقوم بعملية خلط المكونات جيدا حتى تندمج او لا حتى تنساجم مزيان فوالا كيف كتشوفو معايا غدا نخلط هاد المكونات جيدا من بعد كيف ما كتشوفو معايا كان بدا ندلك هاد دقيق بهاد الشكل هاد العملية ضرورية قبل ما تبدأي فتح دير ديال دقيق لانها باش متي تحرقش لينا دقيق هاد اول شيء وفي نفس الوقت كياخد كامل لون واحد فوالا كيف كتشوفو معايا كان معاك مزيان من بعد غادي ناخد هاد دقيق اللي مخلط مع الزبدة والزيت او كان بدا او كان بدا او كان بدا كان خلط فيه او لا كان حمر فيه فوق البوطة الى رضيته معايا البال فهاد الاثناء كنت كنخدم مواصفات اخرى يعني يمكن لك انك تكوني واقف احد البوطة كتخذي شي حاجة او لا كتطيبي شي حاجة او لا كتوجدي شي حاجة او هو كيتحمر لكن حاجة اللي هي مهم وضرورية انا كل مرة تخلطيه باش ما تيطيبش ملتحت وكيعتق بها شكل ديالابات يعني ضروري عمليات التحريك كنبقى نخلطوه حتى كنحصلوه على اللون اللي ماغو او لللون اللي قهوي فوالا هنا كيف ما كتشوفو معايا غدي ناخد واحد القصرية او لواحد الاناء اللي كن واسع انا وضافي زنجلان نس كيلو اللي اخديتو وحمرتو اللي غسلتو بايدا بطريقة ديال فريفرام مرت فرفور بدون ما ننقي غدي تلقوها في القناة التانية ديال المهمة العزيزة او من بعد حمرتو بهاد الشكل من بعد ما حيت منو زلافة يعني نس كيلو ناقص زلافة زنجلان محمر او من بعد غدي نضيف من س كيلو ديال اللوز اللي تا هو سلقتو قشرتو وخليتو نشف شوية وقليتو في الزيت وطحنتو ملاحظة البنات اللي هي جيد مهمة بالنسبة للتنقية ديال اللوز ديروا الطريقة ديال فريفرام مرت فرفور وبينو بينك واصدقاؤها واصحاباتها ومتتبعاتها ديال القناة لان انا مطاحت شلية انني ندير السوشوار طريقة ديال التنقية فلا تدقي غدي نخليها ليكم ولكن كملوا بالافكار اللي اعطونا لحادقات ديال القناة قالوا لي يا سيهان ديال السوشوار غدي نقليك اللوز بسرعة غدي نخلي لكم الطريقة ولي عديش السوشوار جبدو وترحم وتشكر اللي بنات ديال القناة لان هالفكرة ديال همشي ديالي الحاجة اللي ديالي ديالي واللي ما دياليش ما دياليش وكنشكرهم علي والله العادي منا مطاحت شلية حتى مكسب السوشوار والله مطاحت ليش شو بعد المرات شيحويش كيكونوا في دومين وكان نردوه في دومين اخر وانا كيف بكتشوفوا بعيا غدي نزيد نسكيلو ديال دقيق اولى ديال الطحين اللي خدمناه وكنن اكد باننا ما حمرناش ما حمرناش في الفران غادي نضيف جوج معالق كبار ديال القرفة ومعالقة ديال النافع وغادي نضيف المسكة حرة جوج معالقة ديال القرفة تكون بلدية وتكون جديدة وتحناها علي بديك باش يجيك لبنة دياله زوينها نوصيتك معالقة ديال النافع تكون غير غير مصهدة ووريتكم طريقة ديال النصيف دياله بالنسبة لعريسة الاجداد والبنات الجيل اللي طالها جديد ووريتها لكم في قناتكم امتي العزيزة غادي نزيد معالقة ديال النافع وغادي نزيد كذلك معالقة ديال احبة حلاوة بدون ما نحمر وغادي نضيف هنا يا سكر غلاسي غادي نعطيكم القياس ديال الحلاوة على حسب انتوما والرغبة ديالكم نتمنى انكم تبقاوا معايا حتى الاخير فوالا كيف كتشوفوا معايا وغادي نجمع بدون مدلكي بدون تعب وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف شوية ديال الملحة ونخلط هاد المكونات جيدا بالنسبة سكر غلاسي يمكن لكم انكم تغربلوه قبل ما تستعملوه لكن انا كنت مزروبة ومشي مشكلة غادي تخدم من بعده ما غادي شيف قيبان قدرت شغول المعقازات اياك وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخد واحد البلاسيكا اللي غادي نوضع فيها واحد زيف اللي غادي يكون كي اكيد بالنسبة ل البلاسيكا تكون شوية قاسحة وغادي نبدأ وغادي نبدأ نخدم في سلده ديالي كيف غادي تشوفوه في المراحل القديمة هناك كيف ما كتشوفوه معايا بالنسبة ل الماكينة زي الكعك حيت لها هذا كالراس حيت لها البق وحيت لها الشبكة وحيت لها كذلك هالدوارة اللي كتكون في الراس ديال الماكينة من بعد غادي ناخد سلو غادي نبدأ نوضع في الفوق خدي الماكينة بنسبة ل الماكينة ديالك انا عندي هنا النمرة عشرة غادي يتعمل ربعات المعالقة كبارين او خمسة تكون مد كوكة الماكينة غادي تبدأ يتورقي او تضغطي بهذا الشكل تبدأ وتبدأ حبس الفم ديال الماكينة بهذيك العبه اللي صوبنا سوف يكذي يبدأ التدليكس اللغ بوحديته وبالنسبة لجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك الناس اللي ما عندهمش هاد الالة او هاد الماكينة بغيت نقول لكم يمكن لكم انكم اتخذوا الحكاكة ديال الحضرة عادية كيف غادي نخدموه هي ما كتعطيش نفس نتيجة 100% لكن بعدها شوية قريب كيف تنقولو وبالنسبة السكر غلاسي لبنات درس 100 جرام ديال السكر غلاسي والناس اللي كي بغيروا سللو حلو كتر من هكا يمكن لهم انهم يضيفون نصف كاس ديال العسل انا شخصيا هنا ما اضفتوش بالمرة هذه الحلاوة اللي كيكون فاسل ديالي زيان وتعجب اني تنس وهنا كيف ما شفتوا معايا غاديا ناخد هاد الكمية وغدا نعود عاود عاود ثاني نحك على هاد الحكاكة ونعاود ناخد هاد الكمية زبنات ديالي وكذلك بالنسبة لكم موند ما تنطحنوش على برا هذه هي الطريقة اللي كنديلهم الافضل طريقة ديال الماكينة كتجي مخيرة في الخدمة ديالها فالا كيك تشوفوا معايا بدون كمية دهون كتيرة وهكا غادي نكون وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا نتمنى ان نسلو ديال فريفرامارت فرفور ووصفاتها المفرفرين ينالو اريضاك ويعجبوك ونتمنى انك تبقى من المتسبعات الوافيات ديال هاد الفقرة الرمضانية فهد سنة بنا وبينكم كنتوا غادي نسميها رمضانية غدا نفر لكن بيت ليه فريفرامارت فرفور اعجباتكم لانكم تنتم تتقلبوا على وصفات فرفرين وسراعين وانتمنى كل وحدات تكون فريفرا في الكوزينة ديالها غادي ندوقوا واحد شوية او بالاخرى نخليوليكم ندوقوا شوية وتردوا علينا الخبار في التعاليق كيف جاكم سلو ديال فريفرامارت فرفور تهلاو